بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب صلاة أهل الأعذار فصل في صلاة المريض والمريض يعفى عنه حضور الجماعة وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما فصل في صلاة المسافر وكذا المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين إما بتقديم الأخرى أو بتأخير الأولى ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر برمضان وعليه قضاء ما أفطره بعد رمضان فصل في صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فمنها حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استقعتم متفق عليه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر